إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اليوم بعمل معاكم حشوات مختلفة للسنبوسة الفيديو اللي فات عملت معاكم عجنت السنبوسة تطلع حشة وبجد ما بتشربش الزيت سواء ألتوها أو حطتوها في الألية الهوائية ممكن طبعا تحشوا عجنت السنبوسة أي حشوة أنتو بتحبوها بس أنا عملت الحشوات دي وحبيت أشاركها معاكم علشان الكل يستفيد وإذا عندكم بقى حشوة جديدة قولولي واكتبوها لتحت في التعليقات وأنا هعملها إن شاء الله علشان كلنا نستفيد من بعض هعمل معاكم أربع حشوات مختلفة وهكتب لكم كمان في الوصف حشوات تانية مختلفة علشان تعملوا السنبوسة بنكهات مختلفة يلا بنا نبدأ الفيديو بس قبل ما نبدأ سموا الله وصلوا على الحبيب أول حشوة معايا هعمل حشوة اللحمة المفرومة طبعا دي الحاجة التقليدية اللي دايما بنعملها أولا بتسخنوا المقلاة كويس جدا وبعد كده بقى أنزل باللحمة طبعا الكمية على حسب راحتكم نقلبها كويس جدا لحد لما المية بتاعتها تنشف كويس جدا بعد كده بضف لها بصل بقى مبشور الكمية على حسب الرغبة ممكن تزوده البصل ممكن تنقصه على حسب ما بتحبه طبعا ونقلبها كويس جدا عايز البصل بقى يكون معايا أنا ما حطتش في الحشوة دي لا زيت ولا زبدة ولا سمنة ولا أي شيء وكمان بقى هنزل بفصين توم مهروسين بيديها ريحة كده حلوة جدا التوم طبعا مع البصل بيدي ريحة حلوة وطعم كمان لذيذ بعدين أضف لها بقى ملح وأضيف كمان فلفل أسود عندكم بقى بهارات لحمة أنا هضيف بهارات مشكلة ومن انساش طبعا الكركم بيديها طعم وريحة حلوة لأنه طبعا مفيد جدا وأفضل بقى أقلب كويس جدا لحد لما لاقي اللحمة عندما جت مع البصل والتوم اللي إحنا حطينه أنزل بقى معايا بالخضرة اللي هي الشبت والكسبرة بيديها ريحة جميلة جدا وأقلب كله ده لحد لما يندمج مع بعضيه وكده حشوة اللحمة المفرومة بتكون جاهزة تسيبوها لما تبرد بعد كده نحشيه كده طيب تاني حشوة معايا هعمل دجاج على الطريقة الصينية أول شي بنزل بشوية زيت عادي أي زيت أنتو بتستخدموه وبعد كده بنزل بشوية من زيت السمسم زيت السمسم مفيد جدا وأضيف له بقى دجاج أنا مقطعه قطع صغنونة كده جدا ما تكونش كبيرة ونفضل نقلب كويس جدا لازم طبعا نسيب الزيت يسخن كويس جدا نقلبه تمام لحد لما الدجاج معايا ياخد لون وتنشف برضو ميته بضيف له بقى فص توم كمان علشان يديني ريحة حلوة ونقلبه كويس بجد ريحة التوم بتطلع رهيبة خصوصا لما نحمصها كويس بضيف له كمان فلفل أسود وبضيف كمان شوية ملح بضيف كمان شطة هم بيحطوا شطة بس احنا طبعا ممكن نستغنى عنها يعني الشطة اختياري نقلب كويس جدا عشان كمان البهارات تاخد تحميصة بضيف له كمان بصل مقطع وفلفل ألوان أي خضروات انتو بتحبوها ممكن تضيفوها ممكن تضيفو جزر كمان ممكن تضيفو بطاطس على حسن ما بتحبوه نقلبها شوية عشان الخضر ما يكونش بيعض كده معانا وعشان احنا هنحفظه كمان في الفريزر بضيف لها بقى في الآخر شوية من صوية سوس طبعا الصينيين بيستخدموا صوية سوس كتير جدا يعني معلقة كبيرة كده بيديها طعم بصراحة وحاجة كده مميزة يعني مختلفة شوية عن اللحمة المفرومة أقلب كويس جدا بقى وكده الحشوة على الطريقة الصينية جهزت معايا نسيبها برضو طبرة خالص قبل ما نحشي بيها تالت حشوة معايا من الحشوة على الطريقة الهندية بحط شوية من الزيت ممكن كمان تستخدموا زيت الزتون وبحط بصلة مبشورة تكون مبشورة ناعم نقلبها كويس جدا في الزيت علشان ريحة البصل تطلع كده وبعد كده أضف لها بقى شوية من الفلفل الحار ممكن تحطوا فلفل رومي عادي وبأضف لها كمان دجاج مفروم ناعم أنا فرما ناعم خالص مش مقطعه لا مفروم ناعم خالص نقلبه كويس لحد لما الدجاج يبدأ بقى في السوة معايا ولاقي لونه تغير وما فيهوش ولا نقطة ميا أروح بقى ضيفاله شوية ملح وهضيف كمان فلفل وطبعا لازم أحط كاري الهنوت دايما بيستخدمه الكاري وبجد ريحته يعني رهيبة بتطلع في الأكل ممكن تحطوا كوركم برضو بداله بس الكاري اللي ناكهة كده مميزة وتقيلة شوية للناس اللي بيحبوها نقلب كله ده علشان البهارات تتحمص معايا بعد كده كمان بيضيفوا لها كمان شوية نعناع جاف اللي هو النعناع الناشف ده لو ما فيش جاف ممكن تضيفوه طازة بس النعناع الجاف ده بيدي ريحة حلوة جدا وهي الخلطة أساسها كده وكده هتكون جاهزة معايا الحشوة على الطريقة الهندية تسيبوها برضو طبرة خالص بعد كده نحشيها آخر بقى حشوة معايا حشوة مسخن على الطريقة الفلسطينية وحط كمية تكون كويسة من زيت الزتون بس احنا طبعا مش عايزين نحط كمية كتيرة علشان برضو تتقلش علينا السنبوسة وبنزل بكمية بصل على حسب الكمية اللي عندكم على حسب الدجاج اللي عنده ونسيبها ايه تدبل شوية مش عايزها تاخد لون بعد كده اضيف ليها معلقة او معلقتين كبار من السماء ونفضل نقلب لحد لما السماء يتحمص كده مع البصلة وزيت الزتون بعد كده بقى بيكون عندي دجاج مفتتها بيكون مسلوق من الاول ممكن تكونوا حفظينه او ممكن تسلقوه لو انتوا عايزين تعملوا الحشوة دي مخصوص يعني لكن انا كان عندي صدرين في التلاجة وطلعتهم وافتتهم بالشكل ده كده بضيف لها بقى دبس الرمان معلقة كبيرة او معلاتين بيدي لها مزازة وطعم بجد رهيب وبعدين هضيف لها بقى شوية ملح وفلفل علشان نزبط الطعم ما تزودوش طبعا في الملح ولا الفلفل كتير ونقلب كويس جدا علشان الملح والفلفل يدخل في التدبيلة واخر شيء بضيف معلقة كبيرة او معلقتين من عصير اللمون يا سلام على الريحة بجد رهيب ريحتها وكده خلصت معايا حشوة المسخن يلا نحشي بقى مع بعض السنبوسة واوريكم اللفات المختلفة اول شيء عجينة السنبوسة زي ما قلتلكم المربعة هبدأ بقى من راس المسلس كده نعمل حشوة مختلفة ممكن تحشو حشوة المسخن في السنبوسة العادية اللي احنا بنلفها مسلس انا بحط كمية كده من المسخن وابدأ ادوس عليه كويس وابدأ بقى ايه؟ لف عجينة السنبوسة عليه لفوها كويس انا مش بحب بصراحة الحشوة دي ان انا قليها خالص في الزيت لكن هي طبعا ممكن تتقلي عادي بس هتكون دسمة شوية عشان كمان احنا حشيناها بزيت الزيتون بتهن بقى الوش بعد ما خلصت كل الكمية بزيت زيتون علشان يديني لون حلو كده للوش تطلع بقى مقرمشة بزين الوش بسماء وبدخلها بقى الفرن من فوق ومن تحت يعني مش بتاخد بالضبط 10 دقايق طيب الحشوة التانية بقى ان احنا هنحشيها باللحمة المفرومة بنمسك راس المسلس بكده انا قطعتهم زي مسلسات لما بتكون دايرة وبقطعها مسلسات وبالعجينة بقى بحط اللي هي عجينة اللزق دقيق ومية وتخلوها خفيفة متكتروش فيها علشان متحسوش بطعم الدقيق نعمل راس المسلس بالشكل دا كده واحشي بيه حشوة اللحمة بقى اللي انا عملتها معاكم اول الحشوات اللحمة العادية انا بجد بحبها جدا دي اكتر حشوة انا بحبها تقليدية وبجد طعمها لذيذ خصوصا طبعا في رمضان احنا عارفين رمضان على الابواب كل سنة وانتو طيبين يا رب الله يبلغنا واياكم رمضان بقص بقى الزيادة منها وبتطلع معايا السنبوسة بالشكل الحلو دا المسلس الكبير على الطريقة دي واكتبوا لي تحت اي رأيكم تاني حشوة بقى هحشيها بحشوة الدجاج على الطريقة الصينية بحط كمية من السنبوسة وبخليها زي ما هي واروح لفها كده زي السبرينج رول وبرضو باللسق بحط شوية من الدقيق علشان ديها قليها ممكن كل الحشوات دي تدخلوها الفرن مافيش اي مشكلة وتلفوها كده وتسبتوها شايفين شكلها؟ شكلها بيطلع شيك جدا وكمان لما نيجي نحفظهم في الفريزر نكون عارفين كل شكل لي حشوة مختلفة طيب الحشوة بقى على الطريقة الهندية بحطها بالشكل دا كده حط طبعا جبنة من فوق ومن تحت ونسبتها كويس جدا نقفلها كويس جدا علشان وإحنا بنقليها ما تفتحش معانا شايفين شكلها؟ شكلها بيكون مربع حشوة مميزة بجد جربوها بجد رهيبة الحشوة دي مش هتشاطة كده شوية أنا بعد ما حشيت السنبوسة بالشكل دا نصها بقى هحطه في القلاية الهوائية علشان أوريكم شكلها نرشه بس بمسحة زيت خفيفة ويلا بينا على القلاية الهوائية دي بتكون خفيفة وبتطلع بجد مقرمشة شايفين بقى القرمشة بتاعتها؟ يعني بجد أنا بحبها بصراحة أحسن من المقلية لإني في رمضان الواحد كده لازم يكون خفيف بقى علشان يقدي الصلاة ويقوم بقى ياخد باله من القرآن وذكر الله كتير تعالوا بقى نقلي الباقي اللي احنا طبعا متعودين على المقلي هو المقلي طبعا بيكون ليه طعم أحلى بكتير بس بصراحة من ساعة ما تعودت على القلاية الهوائية بحبها أكتر بتكون مقرمشة كده وخفيفة ودي الطريقة ننتوع علشان تنفش كده وتعمل لكم بابلز شوية كده بتكون مقرمشة بجد وطبعا لما كل ما بيكون الزيت غزير بتطلع السنبوسة مقرمشة وبجد لذيزة جدا نفضل بالمعلقة ندخل فيها الزيت نحط الزيت عليها من فوق علشان تطلع معايا بقى نفشة كده ومقرمشة والبابلز اللي فيها دي هو اللي بيديها القرمشة شايفين بقى الشكل الحلو ده بتطلع بتكون كده معايا ونحط برضو نفس الحكاية الحشوة الهندية بحطها نفس الحكاية وبقليها بنفس الشكل كده وكمان الحشوة التانية الحشوة الصينية نفس الآلي وطبعا المسخن أنا قلت لكم من أن أنا حطيته في الفرن قلولي أنتو بقى إيه رأيكم أنتو بتحبوا أني أنتو تقلوها ولا بتحبوا أني أنتو تدخلوها القلية الهوائية أو الفرن اكتبوا لي في التحت في التعليقات أي طريقة أنتو بتحبوها طيب إزاي أفرز بقى السنبوسة في الفريزر أنا بحط علبة تكون محكمة الإغلاق بحط فيها تحت ورقة زبدة وبعدين أرص السنبوسة وبين كل طبقة وطبقة بحط ورقة زبدة طب لو أنا مش عايزة أعمل كده ممكن تحطوا السنبوسة في صنية كبيرة في الفريزر لحد لما تتالج وبعدين تحطوها لإما في كيس بلاستيك أو حتى تحطوها في علبة وبكده هتكون جاهزة معاكم بقى لأي وقت تطلعوها في ناس بتحب أن هي تقليها وهي زي ما هي مجمدة كده أنا بحطها في الألية الهوائية بعد ما طلحها من الفريزر على طول لكن في الأل بطلحها قبليها ب3-4 ساعات أو حتى في الصبح كده لحد المعاد اللي أنا هقليها مثلا قبل المغرب بشوية وبروح ما طلعها بتكون فكت معايا وتتقلي بكل سهولة وهتطلع بجد معاكم أحلى سنبوسة بتطلع مقرمشة جدا سواء في الألية الهوائية أو كمان في الألي قلولي بقى إيه رأيكم إذا عجبكم الفيديو متنسوش بقى تدعموني بلايك اشتريكوا في القناة فعلوا الجرس كمان علشان يوصلكم كل وصفة جديدة أنزلها بحبكم في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة